بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم في هذه الأماكن المقدسة وأسأله أن يرجعكم سالمين إلى سالمين ببركة محمد وآله الطاهرين الدين يتكون من ثلاثة أمور هذه الأمور هي حقائق ثابتة غير قابلة للتبديل ولا للتغيير لأن بعض الأحيان هناك أمور تتغير ولكن هناك حقائق ثابتة هذه الحقائق الثابتة لا تغير فيها في 2 يساوي 4 هذه حقيقة ثابتة من قبل مليار سنة وإلى الآن وإلى بعد مليار سنة لا تتغير وهناك بعض الأمور متغيرة الدين يتكون من ثلاثة أمور هي حقائق ثابتة غير قابلة للتغيير أولا العقيدة يعني الله واحد تعتقد بأن الله واحد هذا أمر لا يتغير ولم يتغير ولن يتغير أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء يجب علينا الاعتقاد بجميعهم هذه حقيقة ثابتة غير قابلة للتغير هذا الأمر الأول الأمر الثاني العمل الصالح يعني مثلا القتل أمر قبيح ظلما الظلم أمر قبيح الصدق في مورده أمر حسن هذه حقائق ثابت الأعمال الصالح عبادة الله سبحانه وتعالى هذه حقيقة ثابت الأمر الثالث الأخلاق الفاضلة هذه أيضا حقائق ثابتة يعني الخيانة أمر قبيح الكذب أمر قبيح حسن الخلق مطلوب هذه حقائق ثابتة لذلك الدين الذي يتكون من هذه الأمور الثلاثة هذا دين ثابت غير قابل للتغير ولذلك دين جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله هذا الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام هذا مو معنى يعني فقط في عصر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الدين الإسلام لا آدم أيضا كان مسلما نوح أيضا كان مسلما إبراهيم كان مسلما حنيفا مسلما وما كان من المشركين فلذا دين الله واحد ما يتغير لأنه الحقائق هي واحد لذلك نقول دين موسى دين عيسى دين محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الصلاة والسلام هذه عبارة غير صحيحة وإنما الصحيح هو أنه بعض أحكام الشرائع تغيرت بعض الأحكام وإلا أصل العبادة في كل الأديان موجود أصل الصلاة يعني في كل الشرائع أصل الصلاة في كل الشرائع موجودة أصل الزكاة في كل الشرائع موجودة أصول العبادات في كل الشرائع موجودة أصول الأعمال الصالحة في كل الشرائع موجودة نعم هناك بسبب تغير بعض الظروف أو عدم استعداد أو قابلية البشرية الله سبحانه وتعالى أو لجهة أخرى الله سبحانه وتعالى حلل بعض الأمور وحرم بعضا آخر يعني على بني إسرائيل لعنادهم الله سبحانه وتعالى ضيق عليهم لأنه لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم عاندوا فالله سبحانه وتعالى لتأديبهم أو لتربيتهم شوية صعب عليهم عقوبة لهم بعض الأحيان الإنسان هل سمسؤول مثلا أو مدير أو والد يضيق على ابنه أو على الشخص الذي مثلا يشتغل في دائرته نقول ليش تضيق عليه يقول لأنه يحتاج لا تأديب أو عقوبة له يعني فعل فعلا أريد أن أعاقبه ببعض التضيق عليه ولذا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لماذا حرم عليهم تأديبا أو عقوبة أو تربية؟ الفترة انتهت فترة التأديب أو العقوبة أو الغرض من التربية تحقق؟ فالله سبحانه وتعالى أمر عيسى أن يحل لهم بعض الذي حرم عليهم فلذلك أكفت مسألة الفقهاء يذكروها الأصوليين في أصول الفقه المسألة هي استصحاب الشرائع السابقة يعني إذا شيء كان حرام في شريعة موسى أو عيسى وما عندنا دليل على أنه أحل في هذه الشريعة ذلك التحريم يكون باقي وكذلك التحليل لماذا؟ لأنه الحقيقة واحدة والدين الذي يتكون من هذه الأمور الثلاثة واحد فلذلك الأنبياء كلهم على منهج واحد ولذا في الآية الشريفة لا نفرق بين أحد من رسله لماذا لا نفرق بين أحد من رسله؟ يعني نعتقد بجميعهم لأن جميعهم من قبل الله سبحانه وتعالى وجميعهم معصومون وكلامهم صحيح وعلى منهج واحد الأنبياء كلهم زين إذا نحن علمنا بأن الدين يتكون من هذه الأمور الثلاثة يتشكل من هذه الأمور الثلاثة ينبغي مزيد الاهتمام بهذه الأمور أولا الإنسان الشيء الذي يحركه فكره خريطة المخ عسب تعبيرهم أو طريقة التفكير هي الذي تحرك الإنسان يعني لماذا رجل يصلي ورجل لا يصلي لماذا امرأة محجبة وامرأة غير محجبة ليش؟ لأنه طريقة الفكر تختلف هذا الذي يصلي يفكر بأن الصلاة واجبة الله سبحانه وتعالى أجبها عليه وفي تركها العقاب وفي فعلها الثواب لكن لما يصلي في الواقع لا يعتقد أو طريقة فكرة خاطئة يقول صحيح الصلاة واجبة بس الله كريم مثلا الله صحيح كريم لكن يجب أن يكون المحل قابل على كل حال إذا المحل مقابل الكرم يصير لغو خلاف الحكمة يعني أنت الآن عندك أموال واحد يجي يستعطيك أنت تعلم بأنه راح يصرف هذه الأموال إذا أعطيتها في المخدرات تعطيه؟ لا لماذا لا تعطيه؟ ليس لأنك لست كريما لأن هذا الشخص مو محل قابل للإعطاء وإذا أعطيت عملك مذموم الله سبحانه وتعالى كريم بس يحتاج الإنسان يكون محل قابل لهذا الكرم إذا مو محل قابل للكرم فالكرم بالنسبة إليه يصير خلاف الحكمة والله سبحانه وتعالى حكيم الله رحيم وسعة رحمتي كل شيء لكن يحتاج إلى محل قابل لهذه الرحمة إذا إنسان من رأسه إلى أخمص قدمي في الذنوب والمعاصي والكفر هذا مو محل قابل لرحمة الله سبحانه وتعالى في القيامة على العموم طريقة فكر الإنسان هي التي تحرك الإنسان يعني أنتم تشوفون مثلا هذا الوهابي الإرهابي الذي يأتي ويلبس سترة مفخخة ثم يفجر نفسه في جموع من الناس من المصلين أو من الزائرين أو في الأسواق زيان لا يميز بين كبير وصغير ورجل وامرأة ومسلم وغير مسلم لماذا يفعل هذا؟ يفعله للدنيا؟ يعني يكون واحد يقتل نفسه للدنيا؟ لا اللي يطلب الدنيا يريد نفسه تبقى ليستمتع بملذات الدنيا أما اللي يقتل نفسه هذا مو لأجل الدنيا دي يقتل نفسه لماذا يقتل نفسه لأن طريقة فكرة خاطئة؟ يعني صاير غسيل دماغ كامل زيان وخاصة ذولة صغار السن كبارهم ما يسون هذه الأمور لأن كبارهم طلاب دنيا مو طلاب آخرة واللي لا يغررون ببعض الشباب اللي أكثرهم أقل من عشرين سنة عمرهم ذولة الانتحاريين ماكوا بيهم واحد أكثر من عشرين سنة إلا نادر جدا هاي طريقة فكرة يعني يسوي له غسيل دماغ بحيث أنه يتصور إذا فجر نفسه وقتل مجموعة من الناس يذهب إلى الجنة وأخذه الانتحاري قبل كم سنة في كربلاء المقدسة في يوم عشراء ما كان متمكن من يفجر نفسه يمكن الأسلاك ما كانت منظمة بشكل صحيح فاعتقلوه فنقل أنه في المعتقل كان يصيح أنه آني اليوم الظهر اردد غده مع رسول الله صلى الله عليه ولا الشكل يتصور يتصور أنه إذا فجر نفسه الظهر على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه ما يدري أنه راح يروح على مائدة الجبت والطاغوت وطعامه يكون من ضريع طريقة فكرة الإنسان هي التي تحرك الإنسان في كل شيء لذلك جاء التركيز على العقيدة الصحيحة والسليمة الإنسان اللي يعتقد بأن الله جسم عنده رجل يدخلها في نار جهنم يركب على حمار والعياذ بالله وينزل في ليلة الجمعة على هذا الحمار من السماء السابعة إلى السماء الأولى وأنه يجلس على العرش والعرش يتحرك مثل هاي الكرسي الحديدي وله أطيط زيان وأنه بمقدار أربع أصابع يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بجنبه وأنه يرى في يوم القيامة هذا الإنسان اللي يعتقد بهذا الرب هذا في الواقع مو هو الله سبحانه وتعالى هذا صنم صنم صنعه بذهنه فيعبد صنما زيان هذا اللي يعبد صنم خب نتيجتهم هذه اللي أنتوا أكثر مننا تعرفون عشرهم فلذلك جاء التركيز على العقيدة السليمة الصحيحة أنت إذا تعتقد بالله سبحانه وتعالى تعتقد بالرسول عقيدة صحيحة مو مثل عقيدتهم برسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الأحيان الإنسان يستحي من أن يذكر بعض ما ذكروه حول رسول الله من كذب وافتراء وهو موجود في صحاحهم زيان وأبسط الأمور مثلا في يوم من الأيام جاء أعمى ابن أم مكتوم دخل المسجد فجلس عند عثمان ابن عفان فعثمان جمع ثيابه فنزلت الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى زيان لأن عثمان من بني أمية أراد تنزيه عثمان من هذا الأمر نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه هذه النسبة معارضة للقرآن الكريم القرآن الكريم يقول وإنك لعلى خلق عظيم إذا واحد يجمع ثيابه تكبرا استنكافا أو لأي جهة أخرى من أعمى هذا ليس له أخلاق أصلا فضلا عن أن يكون خلقه عظيما زيان هذه أبسط الأمور يعني نسبوها إلى رسول الله شافوا رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته أو في غير صلاته لعن أشخاص بأعيانهم حتى بالبخاري همراوي بس بدون ذكر الأسامي أن رسول الله قال اللهم العن فلانا وفلانا وفلان برواية أخرى اللهم العن فلان وفلان بس بالنتيجة من كثرة ما رسول الله في صلاته في مجلسه كان لعنهم الخبر كان منتشر فماذا يفعلون نسبو إلى رسول الله هذا الكلام صلى الله عليه وآله هذا الكلام الإفتراء أن الرسول يقول ربي إني رجلا أغضب كأنه الرسول واحد مثل الناس العاديين ليس بمعصوم فألعن فأي ما رجل لعنته وما كان مستحق لللعن فاجعل لعني زكاة له يعني إذا واحد الرسول لعنه هذا لعن الرسول يصير فضيلة إله يصير زكاة إله يصير ثواب إله زين أنت عندما تشوف هكذا رسول تعتقد به طبيعي الإنسان في عملهم يكون نفس الشيء ويقتدي به بعد بالنسبة للإمام أخو لا يعتقدون يعتقدون بالإمام البر والفاجر صلي خلف البر والفاجر وأي واحد الحق لمن غلب السيف بيده سيطر هو يصير الإمام من الله سبحانه وتعالى زين طريقة تفكير الإنسان هي التي تحركه لذلك تركيز شديد على التوحيد ليش تركيز أكو على التوحيد في القرآن ونفي الشرك تشوف العرب قبل الإسلام كانوا أذى الخلق الله تشربون الطرق وتقتادون القد قد أو الورق أذلة خاسئين فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تشربون الطرق الطرق شنو هو الماء الذي يتجمع كالغدير مثلا أو أمثال ذلك وتبول فيه البعران هذا يسمى الطرق يعني ماء خليط ببول البعير هذا كان ماءهم أفضل ماءهم وتقتادون القد أو الورق القد اللحم الذي يوضع في الشمس إلى أن يجف هذا أفضل أنواع الطعام أو الورق يعني ورق الأشجار وغير الغارات اللي كانت بينهم والقتال اللي كان يصير بينهم والنهب والسلب والمنكرات والفواحش وما إلى ذلك عندما جاء الإسلام نشوف نفس العرب قبل الإسلام كانوا الجاهلية بعد الإسلام الآية تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني الأمة الإسلامية المقصود أصبحوا سادة العالم أصبحوا ملوك أصبحوا قادة أصبحوا حملت لواء العلم في كل مكان والعلم انتشر عن طريق المسلمين السبب شنو هو السبب أنه كان مشركا فأصبح مؤمنا عدل طريق التفكير إذا عدل طريقة التفكير يعني بعض الأحيان إحنا نلاحظ نشوف تلميذ طالب في المدرسة ذكي جدا ولكن كسول تشوف التلميذ أو الطالب الذي أدون منه ذكاء وفطنة تشوف أفضل منه لماذا؟ لأن ذاك اللي هو أدون من حيث الذكاء لكن يروح يتعب يفكر أنه يجب أن أطالع وأقرأ وأحفظ وأحضر وطبعا الإنسان إذا تعب على نفسه يصل إلى الدرجات العلاء العليا وذاك الذكي لأنه لا يطالع لا يقرأ لا كذا تشوفه لا يصل إلى مكان طريقة تفكير هذا وطريقة تفكير ذاك فهذه العقيدة السالم لذات تركيز على العقيدة كبير لأجل هذه المسألة الإنسان يكون سليم العقيدة في التوحيد في النبوة في الإمامة في مقامات الأنبياء في مقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولا يتأثر بالضوضاء والتهريج وما يقوله أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الأئمة فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى الأمر الثاني العمل إذا الإنسان فكرة كان صحيح عمل أيضا يكون صحيح إذا بعض الأحيان شفنا خلل في أعمالنا في عباداتنا في التزاماتنا بالواجبات هذا يرجع إلى خلل في اعتقادنا خلل في فكرنا يعني إحنا الآن جالسين هنا إذا علمنا بأن هناك حيوان مفترس بعد الدقيقة سيهجم في هذه القاعة نبقى في هذه القاعة أو نفر أو نحاول الدفاع نهيئ أنفسنا إما للفرار أو للدفاع لأننا نعلم علم اليقين بس إذا واحد ما يدري الآن إذا حيوان مفترس خلفي أنا لا أدري أحرك ساكنا لا إذا واحد جاء وقال لي خلفك حيوان مفترس إذا أنا لم أهتم بكلامه معنى ذلك إني في الواقع أكذبه لأنه لو كنت أصدقه كنت أرتب أثر على كلامه إذا واحد لا يصلي أو لا يصوم هذا في الواقع حتى لو يتشهد الشهادتين ويقول بأني أعتقد بالرسول وبالأئمة وبالله هذه لقلقة لسان هذا في الواقع هو يكذب الرسول ويكذب الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأنه لا كان يصدقهم لرتب أثر على عمله وبان هذا الصدق يعني هذا الاعتقاد في عمله لذلك العمل الصالح في كل مجال مو بالضررة واحد يقول أنا لست بثري ما أتمكن الإنفاق في سبيل الله مثلا العمل الصالح لا يتوقف على الإنفاق في سبيل الله قسم منه عبادات هذه ما بيها مؤونة أصلا وقسم منها حسن المعاملة هذه ما بيها مؤونة وقسم منها خدمة الناس هذه أيضا ما فيها مؤونة احنا نعرف بعض الناس هؤلاء يخدمون الناس خدمة كبيرة وهم لا يملكون شيئا لماذا؟ لأن له جاه إلى ماء وجه كلمة مسموعة ولذلك يستفيد من هذا الجاه في خدمة الناس أو في خدمة الدين أو في خدمة الإسلام وكل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان يوم القيامة يسأل عن تلك النعمة هل أدى حقها أم لم يؤدي حقها وفي الحديث الشريف لكل شيء أو لكل نعمة زكاه كل شيء إلى زكاة الزكاة لا ينحصر في الغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين هذه زكاة الواجبة بشروطها المذكورة في الفقه كل شيء فيه زكاة إذا نقرأ زكاة العلم نشره مثلا زكاة الجاه أن الإنسان يستفيد منه في خدمة الناس ينقل أحد العلماء الكبار هذا حانت منيته فكان يبكي في حالة الاحتضار قيل له أنت صاحب الأياد البيضاء تشرفت بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وخدمت الدين وألفت الكتب وفعلت كذا وكذا وكذا فمما بكاؤك قال وهو في حالة الاحتضار والنازع إن الله سبحانه وتعالى ما أنعم علي نعمة إلا وصرفت تلك النعمة في سبيله تعالى اعطاني فلوس صرفتها في سبيل الله اعطاني مقدرة صرفتها في سبيل الله كل شيء اعطاني الله سبحانه وتعالى اعطاني علم صرفت في سبيله تعالى كل شيء اعطاني صرفت في سبيله إلا أن الله سبحانه وتعالى رزقني ماء وجه ولم أرق هذا الماء في سبيله تعالى لم أرق ماء وجه في سبيله هل نعمة بعد ماء الوجه هل أرقتها في سبيل الله فأنا الآن أخشى أنه في يوم القيامة أو في القابر إذا سئلت عن هذه النعمة فأقول أنه لم أؤدي حقها شنو يكون جوابي أمام الله سبحانه وتعالى فأحد تلاميذه قال لأني بالنيابة عنك سأريق ماء وجهي في سبيل الله نيابة عنك وفي اليوم الثاني بعد وفاة ذلك العالم في حرم أمير المؤمنين زيان هذا التلميذة هو الخليفة له والنائب له فجلس في مصلاه وصلى صلاة الفريضة في صحن حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قام هذا العالم الذي يهس مثلا منها اليوم بدأت مرجعيته والتفت إلى الناس وقال لهم أيها الناس هناك فقير محتاج فأنتوا ساعدوه زيان وأني أجمع الفلوس وشال دشداشته شايفين بعض الأحيان الإنسان يشيل دشداشته يريد يخلي بيها حاجة أو كذا وجعل يمشي بين الصفوف حتى يلقون الناس أموال في الدشداشة فأجه قال له له سيدنا وشيخنا شيخنا هو شيخنا أنت أجلس إحنا راح نجمع قال لا بعدين بعدما جمع الأموال وأعطاها للفقير قال له لأخو شيخنا أكو طرق كثيرة أنت ليش اختارت هذا الطريق قال له أنه أنا فكرت أنه أسرع شيء يمكن إذا هذا الليل الليلة أول قبر عنده وأنا وعدته بأن أريق ماء وجه نيابة عنه في سبيل الله سبحانه وتعالى فكرته هو أي طرق موجودة بس طريق عاجل غير هذا الطريق ما يجي في بالي على كل حال العمل الصالح نتيجة نتيجة العقيدة الصحيحة السليمة هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الأخلاق الفاضلة بعض الأمور مواجبة ولكنها فضيلة وبعض الأمور مو محرمة ولكنها رذيلة يعني واحد يقطب وجهه بوجوه الناس حرام مو حرام لكن هذا إذا حالة دائمة رذيلة الإنسان مفروض أنه يكون بشوش أما إذا دائما يكون مقطب وجهه هذه رذيلة حرام مو حرام لكنه رذيلة تمنع الإنسان من الدرجات العالية وقد تسبب أن يسقط في المحرمات هناك حديث في موضوع آخر عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام يقول إن موسى كان يقول لا تفعلوا المعصية الفلانية لا تفعلوها أنا أقول لكم يعني عيسى يقول أنا أقول لكم لا تفكروا فيها ليش؟ لأنه التفكير في المعصية المعصية كالنار تحرق بس التفكير في المعصية كالدخان الأسود يسود البيت إذا هناك دخان بدون نار هذا الدخان الأسود إذا كان فيه بيت شنو يصير هذا البيت؟ ما يحترق لكن يصور أسود صخام يصير يعني زين؟ يقول أنا أقول لكم لا تفكروا في تلك المعصية لأنها كالدخان الرذائل الأخلاقية بعضها ليست محرمة ولكن مثل الدخان تسود قلب الإنسان تسود وجه الإنسان تنزل درجة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ولعلها تكون باب لمحرمات يعني مثلا من الأشياء من الرذائل الحسد الحسد إذا لم يظهر بيد ولا لسان يعني لا الإنسان تكلم ضد المحسود بكلام غير مشروع ولا أظهره بيده فقط في قلبه هذا من الأمور التي الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة الإسلامية بأن رفع الحرمة في حديث الرفع رفع عن أمة تسع من جملة الأشياء والحسد ما لم يظهر بيد أو لسان زين إذا ظهر بيد والإنسان خلق يصير معصية وسيئة لكن إذا واحد في قلبه الحسد هذا نفس نفس دنيئة هذه نفس ليست لها قابلية للمقامات العالية وحتى إذا دخل الجنة لا يكون في المقامات العالية في الجنة وإنما يكون في الدرجات المتأخرة إذا جاز التعبير إذا احنا نعلم بأن فلان حسود ولو ما يظهر شنو نظرتنا بالنسبة إلى نظرة إيجابية فلو نظرة سلبية نقول هذا إنسان على كل حال لا يستاهل بعض الأمور الله سبحانه وتعالى مطلع يوم تبل السرائر في يوم القيامة كل شيء نكشف فالإنسان يعني علينا جميعا أن نحاول أن نتحلى بالفضاء القدرة ما نستطيع وفي حديث شريف مروي في الكافي الشريف وفي تحف العقول وفي كثير من كتبنا المعتبرة أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل بعد أن خلقه قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم خطبه الله سبحانه وتعالى قائلا له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك وفي حديث آخر أعز علي منك في حديث ثالث أحب إلي منك وهناك تعبيرات أخرى أيضا في أحاديث أخرى أكرم علي منك بكأو ثيب وبكأو عاقب وبعد ذلك أعطى العقل خمسة وسبعين جندي من الجنود هاي جنود العقل شنو هي هاي الجنود هي الفضائل الأخلاقية وخلق الجاهل من الماء الأجاج ظلمانيا فالجاهل قال يا رب أنت أعطيت العقل هذه الجنود فأني هم أريد جنود إن الدنيا دار الامتحان فالله عز وجل أعطى للجاهل خمسة وسبعين جندي من الجنود التي تضاد جنود العقل في أخير الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعدد واحد واحد من جنود العقل وجنود الجهل ويقول الإنسان المؤمن لا يخلو من جنود العقل بي بعض جنود العقل إذا ما بأي واحد من هاي الجنود فهو ليس بمؤمن بي ولكن يحتاج إلى أن يستكمل يحاول الله سبحانه وتعالى أيضا يفيض على الإنسان في الشاعر المعروف يقول ولن تستطيع الحلم حتى تحلمه إذا الإنسان مو حليم لكن إذا حاول أن يتحلم يعني يظهر الحلم مرة مرتيا مرة ثالثة رابعة خامسة شوية شوية نفسه تتطبع على الحلم لأن النفس إذا الإنسان روضها تقبل كل شيء ولن تستطيع الحلم حتى تحلمه يعني إذا واحد سيء الأخلاق حاول مرة أنه يتصنع حسن الأخلاق مرة ثانية يتصنع مرة ثالثة رابعة خامسة بمرور الزمان شوية شوية تتطبع نفسه على حسن الأخلاق وبالتدريج ينفذ في قلبه بحيث أنه يتبدل من سيء الخلق إلى حسن الخلق فعلى كل حال هذه الأمور الثلاثة هي التي يتشكل منها الدين إن الدين عند الله الإسلام العقيدة السالمة العمل الصالح والأخلاق الفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ولا تنسونا من صالح الدعاء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة